لقد حصلت خصومة بيني وبين أخت زوجتي وعلى إثرها حلفت باليمين وقلت علي الطلاق وتكوني محرمة علي مثل أمي وأختي هذا الطلاق قلته لزوجتي بأن لا تكلمي أختك طول ما أنا حي وبعدها سافرت خارج البلاد وقد علمت بأنه تم الصلح بينهما ومع العلم لقد حلفت سابقا ورديت اليمين يقصد أعتقد كفر عنها فما الحكم في هذا؟ الحكم في هذا أنك تذكر أنك طلقت وظاهرت من زوجتك ألا تكلم أختها فإذا كان قصدك من هذا منع زوجتك من تكليم أختها ولم تقصد الطلاق لم تقصد إيقاع الطلاق ولم تقصد الظهار فإنه يكون عليك كفارة يمين لأن تكفر عن يمينك على الصحيح من قولي العلماء وبهذا تنحل هذه الأيمان والله تعالى أعلم